اهلا بكم مجددا معكم نورس علي. هذا الفيديو سيكون في اكثر من جزء. في الجزء الاول سنقوم بانشاء صفحة للبيج. في القسم الثاني سنقوم بانشاء صفحة للكاتوجري. في القسم الثالث سنقوم بانشاء الصفحة اللي تعرض صفحة النتائج سيكون اسمها سنقوم بستايل لهذه الصفحة. فاذا اللي نبدأ. بعد بداية سنذهب الى لا اعرف انا كنت بتسجيل الدخول بالموقع ام ليس بعد لنراه. ساقوم بذهب للموقع لوحة تحكم الموقع. جيد موجودة ساذهب الى قوائم مظهر قوائم. وهنا ساضيف صفحة السوامي بي بي كنندا حتى نقوم بالنقر عليها في كل اه لحظة. فاذا حفظ. اقوم مثلا بمساح صفحة المدونة. على كون ان الان عندما نذهب الموقع اه سطلت هنا مقالات الموقع هنا فلا داعي ان يكون هناك صفحة المدونة. ساقوم بنقر على صفحة سوامي بي بي كنندا بالعربية. فسأرى سيظهر لي السايد بار ويظهر لي معلومات هذه الصفحة. اه لكن فعليا انا اريد ان يكون شكل هذه الصفحة اه مختلف. اريد السايد بار ان يظهر هنا. واريد هذا يكون نفس المقالة نفسها. يعني نفس مقالة ان يكون لي الصفحة. فبالتالي ساذهب الى السنجل دوت بي اتشوي. اقوم بي اه كنترول اي او سيليكت اول. وكوبي لذات كنترول الى السي. اه ثم اذهب الى صفحة اه بيش دوت بي اتشوي. جيد كنترول اي امسح ما بداخلها. والصق الشيء الذي اخذته من صفحة سنجل. واقوم بالحفظ. واعود تحديث. والان ظهرت الصفحة. فدعا لدي استعلي الصفحة. وهو السايد بار هنا والمحتوى هنا. الشيء الذي اريد تغييره هنا فقط بهذه الصفحة. اريد مسح الكاتوغوريز. لاحظوا ان الكاتوغوريز هنا لا تظهر. لماذا? لان صفحات وورد بريس. بيجز. الخاصة بوورد بريس. ليس لها كاتوغوريز. فانا قمت الان هنا بعرض. كما تلاحظون. ولكن لا يوجد اي كاتوغوريز. فلن يظهر اي شيء. فلا داعي ان اكتبه بالاصل. وساقوم بمسحه من هنا. جيد. وباقي الامور تبدو جيدة. ممتاز. فالان هذه الصفحة. ممتاز. فقمنا بانشاء صفحة بيج.وه بي. بنفس style single.وه بي. في القسم الثالي من هذا الفيديو سنتحدث حول صفحة كاتوغوري.وه بي. الان نريد انشاء صفحة كاتوغوري.وه بي. كما تلاحظون ان اذا ذهبت الى صفحة رئيسية للموقع او صفحة الاندكس التي طارد ما بداخل الاندكس.وه بي. سنلاحظ ان يوجد لدينا هنا عنوان الموقع. ويوجد لدينا وصفة عن الموقع. ويوجد لدينا مقالات هذا الموقع. بالنسبة لصفحة الكاتوغوري انا اريد فعليا اظهار نفس الشيء. انا اريد اظهار المقالات التي تندرج تحت الكاتوغوري. بنفس style. بنفس هذا ال style. وان يظهر هنا لدي مثلا عنوان هذا الكاتوغوري او وصف عن هذا الكاتوغوري ان وجد. فبالتالي صفحة كاتوغوري.وه هي تشبه لحد ما صفحة او هي نفسها. الفرق انه سيكون هناك سيكون هناك اسم التصنيف هنا. وصف التصنيف وسيكون هناك المقالات التي تندرج تحت هذا التصنيف. فمثلا دعونا نرى حالة الكاتوغوري الان. اذا هبنا مثلا كاتوغوري الامة العظيمة. فسنجد ان سيظهر لي ال sidebar هنا. وستظهر لي المقالات التي تندرج تحت كاتوغوري الامة العظيمة. فلنذهب. لنذهب الى صفحة كاتوغوري.وهي اين هي كاتوغوري.وهي او ليس لدينا صفحة هي موجودة. فلاحظوا هذه الصفحة قمت بكتابة هنا فيها اه كاستوم كاتوغوري بيج. وظهرت فعلي هنا. ها هي. كاستوم كاتوغوري بيج. فاي شي انا اقوم بوضعه في صفحة كاتوغوري.وهي يظهر في صفحة الكاتوغوري. عند عرض كاتوغوري لمقالة وتصنيف لمقالة. اه جيد جدا. الشيء الذي اريد به القيام به الان اريد اقوم بالنسخ كل شيء موجود بصفحة. جيد. واذهب الى صفحة كاتوغوري.وهي. اقوم بمسح كل شيء موجود فيه. واقوم باللصق الذي اخذته من صفحة واذهب الى العود لصفحة الكاتوغوري. واقوم بالتحديد. سألاحظ ان فعليا ظهرت المقالات التي تندرج تحت الامة العظيمة. كل مقالات موجودة هنا يوجد فيها كاتوغوري الامة العظيمة. وقد تسألون كيف يحدث ذلك وانا لم اكتب اي كود مخصص. انا فقط قمت باخذ الكود من الام من index.php الذي ما هو كود index.php فقط موجود فيه لوب ووردبريس. ولوب ووردبريس تضمن لذلك. يعني مجرد اني اقوم بكتابة لوب ووردبريس. فهي طلب ما الشيء الذي تم طلبه في اليوريل وتقوم بعرضه على الشاشة. فمثلا هنا تم طلب الكاتوغوري الامة العظيمة. فهنا لوب ووردبريس فقط ستعرض ستقوم بعرض المقالات التي لها الامة العظيمة. او لها تصنيف اه الامة العظيمة. جيد. فا اه ما الشيء الذي اريد تغييره هنا. اريد ان اضع هنا اسم التصنيف بدلا من اسم الموقع. فساستخدم ساذهب اولا الى category.php. ساذهب الى مين هيدر وكنتينر. اتش وان لدينا هنا بلوغ انفو نيم. لا لا اريد بلوغ انفو نيم. بل اريد ان اعرض سينجل. اندرسكور تيرم. اندرسكور تايتل. وهذا هو function. سيعود لي باسم الكاتجوري الذي تم طلبه. فاذا عدت الى هنا تحديث. لاحظوا سيظهر لي الامة العظيمة. اذا هبنا الى كاتجوري مثلا الارادة سيظهر لي الارادة. التجاهل سيظهر لي هنا التجاهل. الاستسلام سيظهر لي الاستسلام. حسب الترم الذي تم طلبه. اذا اردت عد وصف لهذا الترم فبدلا من بلوغ انفو هنا ساقوم بكتابة. عفون. طبعا لن يظهر هنا اي شيء السبب ان لا يوجد وصف لهذا الموضوع. لن يتم عرض اي شيء لا يوجد وصف. ولكن اذا تم اضافة وصف لهذا الكاتجوري ففعليا سيتم عرضه. لنجرب ذلك. فسأذهب الى مقالات تصنيفات. فلدينا كاتجوري الامة العظيمة. فلديه وصف. وهنا ساكتب وصف حول تصنيف الامة العظيمة. جيد. تحديث. اعود لي الموقع. اين هي الامة العظيمة? الان علينا ان نبحث عن هايا. فلاحظوا ظهر لي هذا الوصف هنا. فاذا كان هناك وصف للتصنيف سيظهر هنا. واسم التصنيف هنا سيظهر. وادناه سيتم عرض المقالات التي تندرج تحت هذا التصنيف. الان اريد عرض او تحرير صفحة النتائج. ماذا اقصد بصفحة النتائج? فمثلا ذهبنا الى اي مقالة مثلا الارتقاء من الداخل. ذهبنا الى هنا لدينا فيه مربع بحث. في مربع البحث مثلا قمت بالبحث عن الكينونة مثلا الكينونة. فاذا البحث فيتم عرض لي هذه الصفحة الموجودة هنا. هذه الصفحة اسمها صفحة النتائج او عرض النتائج. اي عندما يقوم الشخص بالبحث عن شيء معين يتم عرض هذه الصفحة. التي يفترض ان تحتوي على النتائج او نتائج بحث هذا الشخص. عن 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 ماذا يبحث هذا الشخص الموضوع موجود في اليوريل. اذا قمنا بالنظر الى الرابط سنلاحظ ان الرابط اصبح فيه هذا الجزء. فدعونا نذهب الى هنا مثلا اي صفحة. مثلا دعونا نذهب الى صفحة سيرتش دوت بي اتش بي. صفحة سيرتش دوت بي اتش بي هي الصفحة صفحة النتائج هي الموجود هنا هو نفسه الذي سيعرض هنا. فلأريكم الرابط كيف يتغير. عندما يقوم الشخص بالبحث عن اي شيء. فسيتحول الى رابط هذا الرابط فيه رابط الموقع الخاص به. ثم ستلاحظ ان هناك اشارة استفهام. ثم سيكون هناك اس كلمة اس اختصار لسيرتش كويري او كلمة البحث سيرتش اس يساوي ثم الشيء الذي بحث عنه. لان عمليات البحث عادة تكون بطريقة جيت بي اتش بي اتش بي اذا كنت تعرف عن طريقة جيت بي اتش بي. فالشيء الذي يبحث عنه الزائر سيكون موجود في الرابط في الاعلى. فانا فعليا عندما اريد عرض صفحة النتائج هنا اريد ان اقول للشخص انت بحثت عن ومثلا اكتب الكلمة كلمة الشيء الذي هو بحث عنها. في حالتي انا هنا بحث عن الكينونة اريد ان يتم عرضها هنا. بالنسبة لستايل صفحة سيرتش انا اريده ان يكون نفس صفحة الاندكس. يعني بمعنى اخر اريد ان يتم هنا عرض المقالات التي تندرج تحت بحثة او التي تطابق البحث الخاص به مثلا بحث عن الكينونة. فارد عرض المقالات التي فيها كلمة الكينونة او متعلقة بالكينونة. وفي الاعلى هنا اريد ان يظهر له انت بحثت عن او ايضا اريد عرض هنا له مربع بحث. فاذا لم تطابق نتيجة بحثه مع لو وجد نتائج لبحثه يمكنه البحث مرة اخرى عن شيء اخر باستخدام كلمة اخرى. هذه الشيء جيد انك تضع في صفحة النتائج ايضا مربع بحث. هذا يساعد على اه يعني قابلية الاستخدام للموقع الخاص فيك او فلنستمر فساذهب كونها صفحة ايضا ستشبه صفحة الاندكس فساقوم بالذهاب الى صفحة اه انسخ كل شيء بداخلها. جيد. واعود لصفحة السيرج امسح كل شيء بداخلها. وفقط اقوم بي اه لصق محتوى صفحة الاندكس وحفظ جيد. واعود لصفحة البحث هنا. فظهرت لي هنا. لاحظوا مرة اخرى اه لوب وورد بريس اه استطاعت لي أن تجلب الموضوع حسب اليوريل فإذا اليوريل هنا هو بحث عن الكينونة فظهرت لي المقالات التي تندرج تحت الكينونة أو متعلقة بالكينونة لكن هذا القسم من الصبحة يعني غير مرتب بعد نحن نريد أن نظهر هنا your search results وثم نكتب الشيء الذي بحث عنه الشخص فالتالي سأذهب إلى هنا بصبحة search.php بدلا من بلوغ info name سأقوم بكتابة search results قبل البيت سأكتب search results for وبداخل search results for أنا أريد أن أجلب الشيء الذي بحث عنه الشخص يمكن استخدام get search query جيد الآن get search query ستجلب لي هذه الكلمة الكينونة أو كلمة البحث التي بحث عنها الشخص فإذا قمت الآن بالتحديث سيظهر لي search results لم تظهر لأنه علي أن أقوم بكتابة echo علي أن أقوم بكتابة echo فلعرضها فلاحظوا تم عرضها فإذن search results for الكينونة وهنا سيتم إعرض النتائج بالنسبة لقسم لقسم الوصف هنا أريد أن أعرض مربع للبحث فبالتالي سأقوم بمسح الparagraph tag هنا وأفتح tag PHP وأريد جلب مربع بحث wordpress فسأقوم بكتابة get عفوا underscore search form عفوا form وهذا هو عبارة عن function فسأقوم بcalling the function أو استدعاء the function وهنا لاحظوا ظهر معي مربع بحث wordpress ممتاز فالآن يمكننا البحث عن أشياء أخرى مثلا الأمة إذا قمت كتابة هنا الأمة ستظهر لي الأمة ممتاز إذا أردت مثلا البحث عن بناء مثلا ستظهر لي كل المقالات التي فيها كلمة بناء إذا قمت بحث عن الشخصية ستظهر لي كل مقالات فيها شخصية إذا بحثت عن شيء غير معلوم سيقول لي هنا there are no posts فthere are no posts هذه هي عبارة عن الجملة التي قمنا بوضع هنا لكن لم نقم بأي style لهذه الجملة بالcss فهي تظهر بهذا الشكل لا مشكلة لكن الفكرة الآن أو ما الشيء الذي نريد نحن أن نقوم بي لاحظوا عندما قمت بالبحث عن كل شيء فظهرت لي كل الأشياء الموجودة في الموقع من صبحات من مقالات إلى آخره الخطوة القادمة نريد style هذا الفورم فلدينا فورم مورد بريس هنا يبدو شكله مقبول لكن نريد أن نجعله أجمل في القسم الثالث أو الرابع من هذا الفيديو التغيير الذي أريد القيام به بهذا الفورم من حيث الشكل هو أنه أريد أن أمسح هذه الكلمة يعني لا أعتقد أنه مفيدة الشخص يعرف أنه سيبحث الآن أيضا أريد أن أغير الخط الخط الكتابة الموجود هنا أريد تغيير لونه أريد جعل هذا الانبوت يكون عرضه أكبر وأريد تغيير style هذا الزر فإذن لي نقوم بذلك فالشيء الأول الذي أريد القيام به هو أنني أريد تغيير الخط هنا وطبعا قد تسألون كيف يمكنني أن أحصل على ال CSS selector لهذا الفورم طبعا بكل بساطة من خلال ال inspect وأيضا ستحفظون هذه الأمور خلال تعاملك مع ورد بريس لأن ال classes وال ID التي يعطيها ورد بريس للعناصر هي نسعة واحدة فمثلا ال search form سيكون له دائما ID search form بالنسبة ل Input هنا Input البحث أيضا سيكون له ID S وأيضا سيكون له name S جيد بالنسبة لزر دائما سيكون له ID أو submit الخاص بالsearch سيكون له ID search submit جيد وأيضا بالنسبة لل فورم ككل هو قلت لكم لا أذكر نعم أعتقد قلت لكم أنه ال ID الخاص به search form واللابل الخاص به هذا ال Input الموجود هنا سيأخذ for s جيد فلنقوم بذلك سأذهب إلى سأغلق كل شيء وأبقي ال أبقي style.css هنا و و style.css أدنى single هنا أدنى الس single سأقوم فتح سأقوم فتح comment وهنا سأقوم بكتابة search search أول شيء أريد القيام به هو أريد أخذ search form الموجود فقط بصفحة النتائج فهذا يعني أن search form موجود بالmain header و موجود بالcontainer هنا فسأقوم بكتابة main header container والشيء الذي أريد أخذه منه هو search form وهو ال ID للform كامل والinput الخاص به إن كان submit أو كان input الخاص بمربع البحث أو مستطيل البحث سأجعل الفون الخاص به هي shanga هو الخط الذي يقوم بجربه من google والخط الثاني سيكون sun serve جيد font size سأجعله كبيرا نوعا ما واحد و رم واحد ونصف رم والفون سيكون boot جيد حفظ نرى التغيير جيد لاحظوا كبيرا قليلا الآن إذا كنت كتابت أي شيء مثلا الكينونة تظهر بخط shanga هكذا أجمل جيد الآن أريد كلمة البحث عن أريدها أن تختفي سأكتب سأكتب main header search for و label الذي يكون الفور الخاص به تساوي s أريده display display none لعدم عرضة على الشاشة فإذا تحديد اختفت كلمة البحث عن ممتاز الآن أريد أن عندما أقوم بالكتابة هنا بهذا الشكل أريد أن يكون هناك البوردر هنا بوردر برايمري بدأ أن يكون لون أزرق لا أعرف إذا كان يظهر على الشاشة هذا اللون لكن عندما أقوم بالكتابة يظهر هنا لون أزرق أنا أريده أن يكون يعني أن يكون نفس لون البرايمري فبالتالي سأذهب هنا أكتب main header search search for وال input إذا كان لديها ID S عفوا و كانت بوضعية فوكس أي الشخص يقوم بكتابة بهذا فأنا أريد أن تكون وأن يكون اللون الخاص بها هو اللون فلنجرب تحديث فالآن كلما بدأت أكتب سيظهر هذا اللون ممتاز فجيد ممتاز الآن أيضا نسينا أن نقوم بشيء أننا نريد جعل الوث لهذا المستطيل يعني أكبر فبالتالي علينا أن نكتب هنا قبل الفوكس كان يفترض بنا أن نكتب قبل الفوكس وقبل أيضا هنا اللابل أن نكتب هنا main main header search for input إذا كان الـ الخاص بها أساوي s فأنا أريد أن يكون width 50% وأن يكون padding نصف وcolor الكتابة أيضا أريد تغييره أن يكون var primary color فالآن إذا عد تحديث هكذا أبضل والآن إذا كتبت سيظهر مثلا الأمة سيظهر بهذا اللون أجمل بكثير صحيح انتهينا من هذا الموضوع الآن لدينا زر البحث فنذهب لزر البحث الآن فالبحث سيكون له سيكون له ID search submit صحيح فإذا main header search form search form وال input يجب أن يكون له ID search submit أو submit search أعتقد search submit جيد الباك نريد أن تكون primary color فنظر primary color ممتاز والcolor سيكون white لفونت الموجود بداخله سيكون لدينا أيضا padding مثلا ون ريم وما رأيكم أن نعطيها border radius مثلا 5 بيكسل فإذا عدنا الموقع تحديث لاحظ ظهره هكذا نريد أيضا أن نجعل لا يوجد border هنا ليس جميل فسأقوم بكتابة هنا border none وربما أجعل الباد فقط نصف frame فإذا عدت تحديث هكذا أفضل أنا قلت border none لكن ما الذي حدث آه كتبت بشكل خاطئ فنعود هكذا أفضل فجيد جدا الآن أعتقد انتهينا أصبح الآن لدينا مربع بحث جميل إذا كتبنا مثلا هنا الارتقاء فستظهر لنا الارتقاء جيد جدا الآن لنرى responsibility فإذا قمت وضع هكذا جيد لا يوجد ليس responsive فعلي يجعل هذا responsive أول شيء أريد أن أجعل الوث لهذا مئة بالمئة وأجعل هنا الزر يظهر ك block ووث مئة بالمئة حتى يظهر أدناه بشكل كامل سيكون شكله أفضل بكثير فدعوني أريكم فإذا بالنسبة لل أول شيء سنذهب إلى responsive بالنهاية هنا ممتاز وال ID S سنجعل الوث الخاص به مئة بالمئة و سنعطيه margin bottom one rim الآن سترون كيف سيظهر لأ ذلك وبالنسبة لل بالنسبة لل search submit نريد عرضه ك block يعني على سطر منفصل ك block واحدة مستقلة والوث نريد عرضه مئة بالمئة فالآن تحديث يعني الشكل أفضل بكثير بذلك قد نكون انتهينا من صفحة search أو عرض النتائج صفحة النتائج في الفيديو القادم سنتحدث حول الباجينيشن وبكل بساطة الباجينيشن هو أن عرض محتوى الموقع على عدة صفحات على عدة pages فنلاحظ قد يكون نقاعك فيه مثلا ألف مقالة هل تريد أن تعرض الألف مقالة في صفحة واحدة وهذه الصفحة الرئيسية أم تريد عرض عشر مقالات في كل صفحة وهنا يظهر لك مثلا الانتقال للصفحة التالية مثلا عندما تقوم بعرض منشور معين هل تريد مثلا أن يكون هناك زر يقول لك المنشور السابق وزر المنشور التالي فهذا الشيء الذي سنقوم به بالفيديو القادم فإذا تابعوني